السلام عليكم تلاميذنا الأعزاء تلاميذ الصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم هو كيفية الإجابة على القطعة الخارجية أول سؤال سيأتي عندك هو كيفية الإجابة على القطعة الخارجية أنت تلميذ في صف الثالث الابتدائي في عام الماضي جاءت الصف الرابع راح تمتحن داخل الدفتر و أنت ممارس هذا الشيء ما يدير بيب السلامي الأعزاء راح بيل لك واشرح لك ووضح لك انت تركز وياك كل السهلة ما بها أي صعوبة أول سؤال راح يجي قطعة خارجية أسهل من بقية الأسئلة ما يدير بيوب الس سيقة السؤال راح تجيكم ما يدير بيوب الس عندي هنا مكتوب كيفية الإجابة على القطعة الخارجية سيقة الكواصن شوف هاي سيقة الكواصن يقول read the passage then write yes or no بترجملك يا بالعربي أقرأ القطعة التالية ثم أجب بنعم أو لا ومرات ما ينطيك yes or no شوف هنا ما ينطيك yes or no ينطيك true false كل حال وصح الي yes بمعنى صح علامة الصح بالعربي ولي true أيضا بكل حالتين علامة الصح أو in talk no بمعنى خطأ وأيضا كلمة false بمعنى خطر ما يدير بيوب الس نجي على القطعة قطعة ما تضمن أكثر من سطرين أكثر من سطرين ما يكون my name is hamudi I am nine I am in fourth grade ختام is my sister she is eight هترجم لك يا ميدير بيوب الس القطعة كلها راح تدور على أول اسم اللي موجود بالقطعة هو القطعة كلها راح تدور عليه my name is hamudi اسمي hamudi القطعة كلها ميدير بيوب الس راح تدور على هذا اسم الشخص my name is hamudi اسمي hamudi I am nine عمر تسع سنوات ومن هو تسع سنوات هذي ترى حمودي يقول I am in fourth grade أنا في الصف الرابع الابتدائي من هو يقصد به حمودي هنا يجي يقول ختام is my sister ختام هي أختي أخت منه أخت حمودي الحاج كلها يدرع عن حمودي she is eight عمر ختام جقت ثمان سنوات وعمر حمودي جقت تسع سنوات ما يدربي بيوبس راح ينطيك هنا جملتين أو ثلاثة إذا انطاك ثلاثة تترك واحدة وإذا انطاك فقط اثنين جاوب على اثنين كل واحدة عليها درجة هذا الحجب من يال راح أخذه راح أخذه من القطعة أنا القطعة قريتها وفهمتها وحيقر عليها الأستاذ وراح أفهمها وراح كيفما أجاوب عليها ما يدربي بيوبس شوف هنا يا أولاد نمبر وان الحمودي is in fourth grade حمودي هو في الصف الرابع الابتدائي أنا من قراريها الأستاذي هنا بالقطعة بالبسج حمودي بياصف my name is حمودي I am nine I am in fourth grade أنا في الصف الرابع الابتدائي هذا من هو يقول حمودي فإذا حمودي is in fourth grade حمودي هو في الصف الرابع الابتدائي إذا الحل مالي true أو yes حل مالي صح نمبر 2 my dear pupils يقول ختام is nine ختام is nine ختام جقد اللي عمر مالها قرارناه بالقطعة my name is حمودي I am nine I am in fourth grade ختام is my sister ختام أخت حمودي she is eight العمر مالها جقد eight ثماني من الشوفر قامي هنا my dear pupils هاي دل على age دل على العمر مالها يقول ختام is eight ختام اللي عمر مالها ثمان سنوات my dear pupils هذا false خطأ شو راح أجاوب عنده نقطتين بالسؤال الأول number one و number two شي سوي عندك بالدفتر الامتحاني أو بالرقة الامتحانية بالشهري اعتبر هذه الورقة my dear pupils ورقة بها هذا كل شي ما بيها هذا ما مطلوب منك my dear pupils هذا لا تكتب لي لا تكتبه number one كثير من الطلاب شي سوي يروح ينقلها نفسها وينزلها ويجاوب لا ابو يا هذا مضيع الوقت إلك انت شي سوي تكتب فقط ال number الرقم ليه اشيان هاي الأسئلة الموجودة عندي لا تكتب ليها اكتب هنا number one my dear pupils شوفينا باوع على الهاند مالتي على اليد مالتي كتبت number one شمو عندي بصيخة الكواصن موجود عندي اذا منطيني yes اجاوب بyes true true او no او no راح اجاوب على ال yes وال no my dear pupils شوفينا حمودي is in fourth grade حمودي هو في الصف الرابع لابتدائي هل صحيح حمودي هو في الصف الرابع نعم جاوبنا قلنا yes راح اكتب فقط number رقم الجملة واكتب yes لاحظ علي ايدي فقط هذا المطلوب مني yes اكتب number two my dear pupils رقم اثنينج قلنا على ختام ختام is nine ختام العمر مالها ثمان سنوات هنا احنا قلنا عليها no بمعنى خطأ ايضا اكتب no ما يدير بيبس لا تنسى رقم الكواصن شوفوا هذا الكواصن بالضبط انقل نفسه هنا وجقد number وا اذا كان صيغة السؤال الأول هي دائما القطعة الخارجية تجيب صيغة السؤال number one اكتب فقط النقطين ما مطلوب مني اما بقية لا تكتب دير بالك اي ما موجود عندك بسيغة القواصن بسيغة الأسئلة ما يدير بيبس هذا السؤال ما يدير بيبس انت اذا تقدر تبعها قطعة خارجية تبعها ما موجود عندي اتبعها هاي النقاط اتبعها من القطعة الخارجية كل سهلة رأي قرارك الاستاذ بتأني وركز وياه وتقدر تحل تلزم قلم ورصاص انا يحل في وقت ما يقرأ الاستاذ وتركز عليها ما يدير بيبس بسيغة الأسئلة بسيغة الأسئلة عن طريق اختيار يعني اختيار اليوم المفتوح 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 اكتب نمبر وان نمبر تو نمبر ثري اجعل نمبر وان شي اختاريت اني من نمبر وان سكول اوبن دايز لنا ان جولو مي اختاريت مي اجي فقط اكتب الرقم ما يدير بيوبولس واكتب مي انقلهم من بين القواس فقط هذا المطلوب مني لا تكتب اي صيغم لأسئلة مضيعة لك للوقت هنا نمبر تو يقول يوجد اثنعش شهر في السنة لو يوجد عشرة اشهر في السنة لا يوجد اثنعش شهر اجي هنا جي قدن نمبر ما لها نمبر تو راح اجي هنا يمن نمبر تو اخلي فقط نمبر توالف رقم اثنعش ما يدير بيوبولس هذا مطلوب مني فقط اي تكتب الجوار نمبر ثري شي يقول لي هنا ما يدير بيوبولس يقول ايامو فروم انا شابان لو اراك انت منيين وان عايش بيا دولة ايامو فروم انا من شابان لو اراك انا من للعراك شي قدن نمبر ثري اجي اكتب كلمة اراك من نمبر ثري اراك انقلها نصا دون تغيير حرف هذا ما مطلوب مني فقط عليك ان اتجاوب هذه صيغة ما يدير بيوبولس لا تكتب بقية الاسئلة ما مطلوب منك فقط انت الشي الاخدته والشي اللي شرح للك ما موجود عندك احنا نجيب لك اياه ما راح اجيب لك شي من خارج اكتاب حلاص ما يدير بيوبولس في بعض الاحيان تجيك سخطك وصل ما يدير بيوبولس ثاني اذا اعزا جاني صيغ السؤال اللي هو يقول لي مطش اربط ركز ما يدير بيوبولس وياه هنا مطلوب من الاسئلة اربط الصفات اربط الصفات احنا ما اخذينا long long بمعنى طويل ما يدير بيوبولس long طويل big كبير هاي صفات high عالي كلها ما اخذينا mountain بمعنى جبل river نهار city مدينة ما يدير بيوبولس هنا فقط ينطيني ال numbers لارقام انا اخلي الرقم وين بالمربع مقابل الجواب هنا صيغتك وصل السؤال هنا صيغتك جواب يجي هنا ما يدير بيوبولس راح يلقق قبل ما اروح لك الورقة شوف هنا ما يدير بيوبولس يقول لي long طويل mountain الجبل يصير طويل low river low city انت اعقلها من يمك long بمعنى طويل ياهو من هذه الكلمات اللي ترهم راح اخلينا number one فقط عندي river 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 ليش يعني يقاس بطول ما يدير بيوبولس صير long river نهر طويل وشكد النمبر مانا وان اخلي هنا بالمربع number one number two big كبير هاي حليته ما نشوان mountain الجبل يصير big low city لا city قول big city شكد النمبر two اخلي هنا number two ما يدير بيوبولس number three high عالي شكو عندي high mountain جبل عالي اخلي number three رقم ثلاثة two three اخلي قدام كل واحد شنو مربع قدام كل نقطة اخلي square مربع ما يدير بيوبولس اشخليت بالمربع هنا المربع الاول يا اختيار اختيار three اخلي three ما مطلوب كل شي لا تكتب هنا number one خلي one هنا number two my dear بيوبولس اركز عليها very easy كل سهلة there is no problem ماكو اي مشكلة ما يدير بيوبولس ولا بيصفر رابع ابتداء يقول write the following sentence with punctuation max الخط عد كتابة الجملة هذه مرة واحدة بالخط خط ليها بس دير بالك على تكتش اقرارك علي is from iraq كل جملة نبديها بكابتر كل جملة نبديها بكابتر فقط اول حرف اغيره مكانو صمال سويته كابتر انزل بقية الحروف is tenzel preposition حرف جرف from تنزل is iraq اسم دولة ابدي اول حرف كابتر ما يدير بيوبولس تنزل بقية الجملة اخلي بالاخير فلستو راح ينطيني اي جملة ماكو مشكلة بس انتبعني عمر اخليك small isn't a teach سوي لها خط dictation تخطها خط حلو ومرتب ما يدير بيوبولس وتكتب لها وتنقط كل ما تبدي بحرف كابتر الoche راح يسوي كابتر نيش لان كل بداية الجملة تبديها بكابتر انت كان اسم علم او ايش الزن دحك بين الانوتي انت خط المختصرات ما يدير بيوبولس اخلي كل بين الانوتي اخلي كاما اتيك انزلها مثل ما هي بس اخطها خط ما يدير بيوبولس مكون خطك حلو ومرتب واخلي بالاخير فلست ما يدير بيوبولس ركز كل ما تكون عندي الانوتي دير بالخط ما يدير بيوبولس هاك تخلي بينات كاما كل بين ال i وال m اذا جدت هاك تخلي كاما كل بين النوتي حلينا وكل بين r لاحظ تنابيض عزاء اذا تلقي هاك ال r خلي قابلها كاما نوتي ال i وال m وال e خلي قابلها كاما ما يدير بي تبلك يا سمول aren't going to school on فرايدي دحق على فرايدي اول حرف خليت لك ما يدير بي وما خليت لك فلا ستوب بالاخير ما خليت لك خليت خط مال كل ما ابدي لك اول جملة العفو ديها بحرف kato شو كبرت aren't دحق على aren't كل annuity خلي لها كما going انزل ها واخوط ها خط ما يدير بي 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 اعتنب خط ي to انزل ها مثل ما تنزل مثل ما هي my dear pupils on حرف جر ينزل كلمة friday لا اعتناميذ اعزاء اي اشهر السنة فصول السنة اي من اسبوع كلها تبديها بحرف capital my dear pupils هذا الخط ما يدير بي بي انتهي في فلوس توب انتهي من ها هنا اشوف عمر isn't اتي cha ما اكو هنا هنا مختصر تبدأ بحرف capital شوف هنا بهذه جملة teacher عادي اسم ما اكو مشكلة تنزل ها aren't going to school on friday ابدأ بحرف capital دحق بين الانوي التي ما كما تنزل to school on عادي عرف جر هنا اي يوم من اي من اسبوع لازم اخلي capital many thanks for your listening to me bye my dear pupils